لا تقترب مني وإلا ستنفجر معي لافتة رفعتها امرأة اليوم بالقرب من سوق الكويت الأوراق المالية وهو ما أدى إلى استنفار القوى الأمنية لتكتشف أنه ليس من متفجرات لديها من جانبها نفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعلى لسان وكيلها سعد الخراز أن يكون للمواطنة أي ملف للمساعدات في الشؤون ورغم ذلك فقد فجرت تلك المواطنة قضايا مختلفة للمرأة نتعرف عليها في التقرير التالي لا تقترب مني وإلا ستنفجر معي الجملة التي رفعتها مواطنة اعتصمت وحيدة أمس فجرت قضايا مختلفة للمرأة الكويتية فيما ثبت أنها لم تكن تحمل مواد متفجرة بل قضايا متفجرة الضغوطات التي تسببت بمعاناتها كانت مبعثا للحديث عما تعانيه كويتيات من ضغوطات قد تؤدي بكثيرات إلى الطرابات نفسية فعلى تويتر كانت تفاعل مع صور تلك المواطنة بإبداء التعاطف معها أولا ومن ثم أدلى كلهم بدلوه وغالبا بدلوها بدءا من معاناة السكن للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وكذلك للمطلقات والأرامل بما في ذلك رفض بعض أصحاب العقارات التأجير لهم ما يجعلهن يقعن تحت ضغوطات تنذر بتزايد مثل حالة هذه المواطنة فحقيقة معاناة تلك المواطنة لم تعلن بعد رسميا غير أن المسؤوليات وزعت عن تلك القضايا التي فجرتها فمساعدات وزارة الشؤون كانت على طاولة الهاشتاغ ووجهت المسؤولية فيها إلى الوزيرة هند الصبيح وأما الإسكان فوجهت للوزيرة جنان بوشهري وهنا كانت تساؤلات عن دور الجمعيات النسائية في التحرك لحقوق المرأة الكويتية وأخيرا عاد المغردون ليجمعوا كل تلك القضايا تحت عنوان الفساد الذي استاء منه بالعمس رئيس مجلس الوزراء